موسيقى أهلا بكم يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في انتخابات الثامن والعشرين مايو المنصر بولاية رئاسية ثالثة من خمس سنوات أمام مرشح المعارضة كمالك لتشدار أوغلو وسيلي التنصيب في البرلمان مراسم أخرى في القسر الرئاسي بالعاصمة أنقراء يحضرها العشرات من قادة العالم وكان أردوغان قد حقق الفوز بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 52.8% من أصوات الناخبين الأتراك مقابل 47.82% لمنافسه كمالك لتشدار أوغلو وسيقود أردوغان في ولايته الثالثة تركيا إلى مئويتها الثانية عقب انتخابات رئاسية شاهدت دورة ثانية كي تحسم من هو رئيس التركيا في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد أردوغان الذي فاز في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 مايو الفارت أمام تحالف قوي للمعارضة ستكون في انتظاره تحديات لا يستهان بها أهمها الأزمة الاقتصادية وما يرتبط بها من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية نهيك عن ملف اللاجئين السوريين ومن المقرر أن يعلن الرئيس أردوغان في ساعة متأخرة السبت عن حكومته الجديدة نتابع مشاهدين في هذه الصور صور من تركيا حيث يؤدي الرئيس التركي راجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات في انتخابات 28 مايو المنصرم بولاية رئاسية ثالثة تدوم خمس سنوات أمام مرشح المعارضة كمالك لتشدار أوغلو وسيلي مشاهدين التنصيب في البرلمان مراسم أخرى في القسر الرئاسي بالعاصمة أنقرة يحضرها العشرات من قادة العالم لنعود مشاهدين إلى مراسم التنصيب خلال النشرة يواصل وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف مساعي حجد الجزائر الدعم للظفر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن بعقده لقاءات مع نضرائه من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ممن ترشح لهذا المنصب وذلك بغية دراسة سبول تفعيل الدفاع الموحد عن إفريقيا والدول النامية في مجلس الأمن كما كانت لعطاف لقاءات مع مسؤولنا بالمنظمة الأممية تعزيزا للحوار والسلم والأمن في القارة الإفريقية لحجد دعم الجزائر في استحقاق السادس جوان يواصل وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف لقاءاته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع نضرائه من القارات كافة بمن فيهم مترشحون لنيل مقعد غير دائم بمجلس الأمن ولأن الدبلوماسية الجزائرية ظلت ترافع عن مصالح القارة الإفريقية وأحقية مساهمتها في القرارات الدولية فقد التقى عطاف بوزير خارجية سيرليون دايفيد فرانسيسا واتفق على التنسيق بين بلديهما والمزنبيق العضو الإفريقي الثالث بالمجلس لدفاع أنجع عن القارة الإفريقية وطموحاتها المشروعة وتوحيد كلمتها داخل الهيئة الأممية باعتبار دولتيهما مرشحتين لخلافة غانا والقابون في مجلس الأمن بداية العام المقبل اتفق الوزيران على العمل بالتنسيق مع العضو الإفريقي الثالث بالمجلس جمهورية مزنبيق للإسهام في توحيد كلمة إفريقيا داخل هذه الهيئة الأممية بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات دول القارة وطموحاتها المشروعة اغتنم انطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مسار المفاوضات الحكومية المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن والجهود التي تبدلها لجنة العشرة تابعة للاتحاد الإفريقي من أجل الترويج للموقف الإفريقي المشترك ومن أمريكا اللاتينية كان لعطاف اجتماع مع نظيره من جمهورية جويانا هيول هيلتون كونها مرشحة أيضا لشغل المقعد في الفترة نفسها حيث استعرض التنسيق بين القارتين لتشكيل كتلة موحدة داخل المجلس للدفاع عن انشغالات الدول النامية وأولوياتها في مجالات السلم والأمن كما تحدث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية حول سبل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي ليبيا والسودان وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء كما تناقش حول آفاق إحياء المصار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لقاء آخر أجراه عطاف مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة استعرض فيه علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الإفريقية بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمو والرخاء المشتركة ومساعي الجزائر لدعم الاستقرار الأمني في إفريقيا وتشجيع نموها الاقتصادي نوها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالدور القومي الذي تقوم به الجزائر لتعزيز لمشمل العربي وبالجهود التي تكللت بعودة بلاده إلى جامعة الدول العربية جاء ذلك خلال منح الرئيس السوري بشار الأسد سفير الجزائر بدمشق لحسن تهامي وسمى الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده في تطوير العلاقات السورية الجزائرية وذلك في حفل وداع أقمته الخارجية السورية في مبنى الوزراء بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا للجزائر لدى السورية وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء فقد ثمن المقداد الذي قلد سفير تهامي الوسام ثمن التطورات الحاصلة في الساحة العربية وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل العربي المشترك والتعاون بين الدول العربية بما يحقق المصالح المشتركة مؤكدا عنقى ومتانة العلاقات التاريخية بين السوريا والجزائر وشعبيهما الشقيقين ووقوفهما معا ضد الإرهاب أكد الرئيس والتونسي قيس السعي التمسك بلاده بسيادتها وبثوابت سياساتها الخارجية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية جاد لك خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الخارجي نبيل عمار الجمعة وحسب بيان لرئاسة التونسية فقد تناول اللقاء نتائج مختلف الاجتماعات التي عقدها عمار بمناسبة زيارته مؤخرا إلى باريس وجدد الرئيس السعيد خلاله التأكيد على أن لبلاده تاريخا أثرة بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات مذكرا بأن الشعب التونسي الذي انتفذ وثار من أجل الحرية والكرم الوطنية لن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء مدد مجلس الأمن الدولي في بيان الجمعة ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لمدة ستة أشهر واعتمد أعضاء المجلس بالإجماع قرارا مددوا بموجبه ولاية البعثة نصف عام تنتهي في الثالث من ديسمبر القادم وندد المجلس بنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان وعبر في البيان عن قلقه من تأثير الصراع في السودان على دوري أو على دول الجوار ودع المنظمات الدولية وأعضاء الأمم المتحدة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش الجمعة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار المالي داعيان الدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها ودعم الأونروا للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين جاء ذلك في كلمته ألقها بالإنابة عنه مدير مكتب الأمم المتحدة إيرل كورتي نايراتري خلال اجتماع لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الأونروا المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بهدف زيادة دعم الدول للوكالة نلتقي كل عام وكل عام نواجه نفس التناقض فمن ناحية ندرك جميعا الدورة الأساسية الذي تلعبه الأونروا كشبكة أمان للفئة الأكثر ضعفا وركزة للاستقرار الإقليمي وحافز للتنمية وآدات مهمة لمنع الصراع وشريان حياة مليء بالأمل والفرص للملايين ومن ناحية أخرى نسمح للأونروا بأن تظل عالقة في مأزق مالي والاحتياجات المتزيدة يقابلها ركود في التمويل هذا مقرق للغاية الوكالة تعمل بالفعل بعجز يقارب 75 مليون دولار لنكن واضحين الأونروا على وشك الانهيار المالي نعود مشاهدين إلى مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتابع مشاهدين هذه الصور المباشرة من مقالي البرلماني التركي بأنقرة للمراسم تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية الرئاسية ثالثة وكان في استقبال أردوغان بمقر البرلمان زعيم الحركة القومية التركي لولاية باتتلي نتابع مشاهدينا هذه الصور أنا يسايا حقوق سنلونة دموقراسية أتاترك إلكة وإنقلاب وليق جمهورية إلكتنا باغل كالجام ملت حزور ورفاه ملت حزور ورفاه ملت حزور ورفاه وحدة أراضيها والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية ووفق الدستور ووفق ثورة مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاترك وتأمين الرفاه ومرعاة حقوق الإنسان والحرية الشخصية ولن أتنازل قيد شعر عن هذه الحقوق من أجل رفع شأني وشرف هذه الدولة وأمارس بكل حيادية وظيفتك رئيسا في هذا المنصب أقسم بشرفي ونموسي أمام أعضاء البرمان وأمام جميع الشعب أقسم بشرفي ونموسي أقسم بشرفي ونموسي أقسم بشرفي ونموسي نتابع مشاهدين هذه الصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في انتخابات 28 مايال منصرم بولاية رئاسية ثالثة من خمس سنوات أمام مرشح المعارضة كمالك لتشدار أوغلو ومن المرتقب أو سيالي أقول التنصيب في البرلمان مراسم أخرى في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة يحضرها العشرات من قادة العالم نذكر فقط أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف رئيس مجلس الأمة صلح بوجيل بتمثيله في مراسم التنصيب كما يحضر مراسم التنصيب أيضا العشرات من قادة العالم من رؤساء دول ورؤساء منظمات إقليمية ودولية وكان الرئيس التركي راجب طيب أردوغان قد حضر يوم أمس أولى جلسة للبرلمان التركي برئاسة دولة باتلي رئيس الجلسة الافتتاحية قبل أن يتم تعيين أعضاء البرلمان الجديد بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية نواصل مشاهدنا النشرة وفي خبر آخر قال المندوب والدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الاعتماد الوحيد على المساهمات الطوعية لخدمات الأنر والأساسية غير مستدام داعيا إلى تخصيص مساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة وأشدد منصور في كلمته خلال مؤتمر المانحين الذي عقدته لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة والتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في نيويورك شدد على أهمية التحرك بسرعة لعكس اتجاه التدهور في التمويل الذي يهدد بتقويض أو وقف مساعدة الأنروا للاجئين الفلسطينيين الأمر الذي سيكون له عواقب بعيدة المدى عليهم وعلى المنطقة وخارجها نبقى في الشانية الفلسطينية حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الكيين الصهيوني فجر السبت في بلدة قباطية جنوبي جنين ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وانتشرت في عدد من أحيائها لتندلع إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدات وقورة مثلة الشهداء وبير الباشا عرابة كفريت ولم يجري التبليغ عن أي حالات اعتقال تسارع حكومة تليمين الصهيوني إلى تشييد ألاف المستوطنات وتهويد المعالم الفلسطينية الإسلامية لتغيير الطابع الحضاري الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي بين مختلف المدن والأحياء ورسم واقع مزيف يخدم مخططات الاحتلال فيما تتجه أنظار العالم صوب الأزمات الدولية على كثرتها تواصل سلطة الاحتلال سياساتها الاستيطانية التوسعية الرامية لوأد حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس حكومة اليمين الصهيونية بقيادة بنيامين ناتنياهو تسارع إلى تشييد المزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية لربطها بمستوطنات في عمق الكيان وقطع أوصال الفلسطينيين أخيرا وليس آخرا حولت سلطات الاحتلال قلعة القدس الواقعة قرب منطقة باب الخليل في البلدة القديمة إلى متحف يهودي باسم قلعة داود في اعتداء صارخ على تاريخ المدينة وتزييفا للوقائع التاريخية تحويل قلعة القدس التي تقف شاهدة على التاريخ والحضارة العربية والإسلامية لمدينة القدس إلى متحف للرواية اليهودية المزورة يشكل اعتداء همجيا على تاريخ المدينة المقدسة وحضارتها ولتأمين سيطارتها على مدينة القدس كمضي السلطات الصهيونية في تنفيذ مخطط قطار هوائي يربط شرق القدس بغربها سلبا لأراضي المقدسيين وتسهيلا لحركة المستوطنين شراهة الكيان في التمدد اتسعت مؤخرا بالإعلان عن خطط لبناء أربعمائة وحدة استيطانية داخل بلدة أبوديس الفلسطينية بعد فترة من الاتفاق على مخططين لبناء ألف وسبعمائة وحدة استيطانية جديدة الاحتلال الآن يعمل بخطة حثيثة لفرض وقائع تهودي تلمدية على المسجد الأقصى وقد أنهى أو قطع شو كبير في محيط المسجد الأقصى من حفريات وأنفاق لتدمير الإرث التاريخي والمعالم العربية الإسلامية جريمة الاستيطان الصهيوني وسلب الأراضي ترافقها حملات تهجير قصري واقتحامات مستمرة للبلدات والمخيمات لإرغام الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وأراضيهم في خبر آخر قال مسؤول كبير في جيش التحرير الشعبي الصيني السبت إن بلاده تعارض بشدة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي التي ذكر فيها أن بكين غير مستعدة للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية وقال الجنرال جين جيان نافينغ إن بلاده تؤكد سيادتها غير القابلة للجدل على جزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة فيما يتعلق بتعليقات الجانب الأمريكي على اتصالاتنا العسكرية أود أن أؤكد أن الصين تولي أهمية للتنمية الصينية الأمريكية العلاقات العسكرية وتفاعلاتنا واتصالاتنا لم تتوقف إطلاقا في الوقت الحالي يوجه الجيشان الصيني والأمريكي صعوبات المسؤولية تقع بالكامل على الجانب الأمريكي ويرجع ذلك إلى سلسلة من الأفعال والتصريحات الخاطئة من جانب واشنطن والتي لم تخلق ظروفا للتواصل بين الجيشين ندعو الجانب الأمريكي إلى التفكير بإخلاص في الموقف وتصحيح أفعاله الخاطئة والاحترام الواقعي للمصالح الأساسية للصين ومخاوفها الرئيسة واتخاذ إجراءات عملية لإزالة الحواجز القائمة أمام الاتصالات بين جيشين وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون استبت أنه قلق بشدة إذا أعدم استعداد الصين للمشاركة في إدارة الأزمة العسكرية بين البلدين مؤكدا على أهمية المحادثات لتفادي وقوع أي صراع وقال أوستون خلال حديثه في أحد اجتماعات حوار شانغريلا التجمع الأمني الأبرز في آسيا بدولة سنغافورا قال إن فتح خطوط التواصل بين القادة العسكريين من الولايات المتحدة والصين ضروري لتعزيز الوقاية من وقوع صراعات ولترسيخ الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي المصفحة الودية على العشاء ليست بديلا عن المشاركة الجوهرية وكلما تحدثنا أكثر يمكننا تجنب سوء الفهم وسوء التقدير الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمات أو صراعات كما تعلمون أشعر بقلق عميق من حقيقة أن جمهورية الصين الشعبية لم ترغب في الانخراط بجدية أكبر في آليات أفضل لإدارة الأزمات بين جيشين لكنني آمل في أن يتغير ذلك وقريبا قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي في مقابلة نشرت السبت إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا وصلح زيلنسكي لصحيفة ويرستريت جورنال بأنه يعتقد بقوة أن بلاده ستنجح وأنه يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما هذا وتأمل كياف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب التي اندلعت مع روسيا قبل 15 شهرا اشتكى رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي مجددا من مشكلات الملاجئ المخصصة ضد الغارة الجوية في كياف في إعقاب الهجمات الصاروخية المكتفة على العاصمة وقال زيلنسكي في رسالته عبر الفيديو مساء الجمعة إن سكان كياف اشتكوا من نقص في الملاجئ المحصنة وإغلاق بعضها وصعوبة الوصول إليها مشددا على أنه لا يمكن تبرر هذا المستوى من الإهمال في المدينة وأصدر أوامره للحكومة بالتعامل مع هذه المسألة للأسف اليوم أيضا وبعد كل شيء ينشر مواطن كياف مرة أخرى معلومات حول عدم توفر الملاجئ ليس فقط عن الملاجئ المغلقة ولكن أيضا عن المداخل المغلقة وعدم وجود ملاجئ في أجزاء معينة من كياف لا يمكن التسطر على هذا المستوى من الإهمال في المدينة بأي عذر في الهند أفدى المتحدث باسم وزارة السكاك الحديدية أميتاب الشارما بانتهاء عملية الإنقاذ بعد 18 ساعة تقريبا من وقوع حادث تصادم القطارات المروع بولاية أوديشا ولفت الشارما حسب وسائل إعلام محلية إلى الانتهاء من عملية الإنقاذ والتركيز على أعمال الترميم وكان وزير السكاك الحديدية الهندي أشويني فيشناو قد تفقد صباح اليوم موقع الحادث لتقييم الوضع وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يعد أسوأ حادث قطارات تشهده البلاد منذ عشرين عاما حيث لقي 288 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 850 آخرين تم الإعلان عن لجنة رفعت المستوى وستجري تحقيقا في هذا الحادث برمته وسيجري مفوض سلامة السكاك الحديدية أيضا تحقيقا وسيجدون سبب هذا الحادث ولماذا حدث كل المعلومات الفنية ستكشف تفاصيلها كل التركيز ينصب الآن على عملية الإنقاذ نحاول ضمان نقل أولئك الذين عانوا من إصابات خطيرة إلى المستشفيات وإبلاغ أقاربهم بسلامتهم كل التركيز ينصب على ذلك ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس خلال اجتماعهم التحضيري بكيبتاون الجنوب أفريقية إمكانية توسيع العضوية لتشمل دولا نامية جديدة أبدأ بشأنها تكتل ترحيبا كبيرا وينتظر ضبطها والعمل على تجسيدها مجموعة بريكس الاقتصادية بحدود أوسع وتأثير أقوى تصور يبدو أقرب إلى التجسيد بالنظر إلى حيز النقاشات والمحادثات الدائرة حول أفاق توسع المجموعة بين وزراء خارجية دول بريكس المجتمعين في كيبتاون الجنوب الأفريقية فرغم عدم توصولهم إلى خطط نهائية تحدد انضمام دول جديدة يبقى توسيع العضوية ضرورة لها مكتسباتها على الساحة الدولية برأي الأعضاء فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لدول البريكس أو توسيعها فقد خلصنا إلى أننا لم نحصل بعد على ما نعتقد أنه وثيقة مفيدة يمكن أن نقدمها إلى رؤساء الدول وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل أعتقد أن توسعات البريكس ستكون مفيدة لدول بريكس ومفيدة للدول النامية وتزيد من تأثير التمثيل لهذه الآلية وكذل اكتساب قوة أكبر لبريكس لخدمة مصاريح البلدان النامية والأسواق الناشئة والاقتصادات فضلا عن مسار التنمية الدولية وزراء خارجية دول بريكس ناقشوا القضايا الدولية الراهنة وجدول الأعمال الداخلية لتكتل استنادا على النهج الذي تعتنقه المجموعة البريكس هيكل مختلفة إنها منظمة جديدة تقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والتوافق وعدم التدخل والالتزام الصار بمثاق الأمم المتحدة بجميع مبادئها مجموعة بريكس المكوانة حاليا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستدرس توسيع عضويتها في القمة الخامسة عشرة التي ستعقد في جوهانسبورغ شهر أوت القادم من منطلق تقوية صوتها وحضورها بما يضاهي أو يفوق ثقل الغرب على الساحة الدولية ختام النشرة شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة